السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات في البداية سأتحدث عن الحمي الغذائي والنظام الغذائي لمريض السكر نوع أول ونوع ثاني وبعدها سأتحدث عن الثورة العلمية الكبيرة ونتائج الدراسات والأبحاث لعلاج السكر نوع أول وأيضا نوع ثاني أنا الدكتور نوار علي طبيب أمراض باطنة عامة وأخصائي بالتغذية ومعالجة أمراض الغدد والسكري المشكلة الأكبر بالنسبة للوجبات عند مريض السكري نوع أول أكبر من مريض السكري نوع ثاني فهذا المريض يصاب بالسكري نوع أول بسبب عدم وجود الإنسولين لديه أما مريض السكري نوع ثاني فهو مصاب بمقاومة الإنسولين فهل يتناول هذا المريض كل أنواع الطعام ويأخذ الإنسولين بالتأكيد لا فهذا المريض قد يتحول من مريض سكري نوع أول إلى مريض سكري نوع أول وتاني يعني الاثنين مع بعض في امريكا واوروبا الاطباء يسمحون لمرضى سكري بتناول الكاربوهيدريت كما يرغبون بكميات كبيرة ومستوى عالي فالمرضى يأكلون الكاربوهيدريت في وجباتهم ويستمرون باخذ الانسولين والادوية وفي النهاية المريض يدخل بمضاعفات مرض السكري الخطيرة ببساطة علاج السكري عندهم أدوية وانسولين والنظام الغذائي ليس جزءا من العلاج طيب السؤال هل الكاربوهيدريت هي غذاء أساسي للدماغ أو للقلب؟ الجواب لا. إذن يمكن لمريض السكري أن يستغني عن الكاربوهيدريت والنشويات أو أن يقلل جدا من تناولها. يجب على مريض السكري الابتعاد عن تناول الكاربوهيدريت والنشويات وبشكل خاص في الوجبة الأولى صباحا يعني الابتعاد عن الخبز والسكر والمربة والبطاطا الشيبس والمياه الغازية الرز والماكرونة وبديل الخبز ورق الخس ورق الكريمب أو الملفوف خبز اللوز لكن مشكلته غلاء ثمنه ويمكن تناول خبز الحبوب الكاملة أو خبز الكيتو ولمن لا يستطيع شراء هذه الأنواع من الخبز ولا يستطيع الاستغناء عن خبز دقيق القمح بإمكانه تناول ربع رغيف منه ما يعادل راحة الكف لكن مع الوجبة الثانية وليس مع الوجبة الأولى بإمكان مريض السكري أن يتناول الوجبة الطعامية الأولى صباحا كما يليه بيض مسلوق واحدة أو اثنتين مع ملعقتين طعام زيت زيتون قطعة جبنة صلطة خضار وأوراق خضراء حوالي خمس ملاعق كبيرة وممكن تكون الوجبة تونة مع صلطة خضار وممكن شوربة لبن زبادي لبن زبادي مصفة نسميها بالشام لبنة مصفية مع زيت زيتون ومعها ممكن من حبات زيتون عندما يتناول المريض هذا الفطور الصباحي بدون خبز وكربوهيدريت سيجد أن تحليل سكر الدم بعد الطعام بساعتين جيد جدا بحدود 140 الوجبة الثانية ويفضل أن تكون بعد 4 إلى 5 ساعات من الوجبة الأولى يمكن للمريض تناول طبق من صلطة الخضار والوراق الأخضر مع ملعقتين طعام كبيرة من زيت الزيتون خضار مطبوخة مع ملعقتين طعام زيت زيتون لحم دجاج أو سمك أو قطعة من اللحم الأحمر وممكن شوربة تونة وممكن مكسرات يعني دهون صحية جوز ولوز وعندما تحدثت في فيديو زيت الزيتون عن أهمية تناول 10 إلى 12 ملعقت زيت زيتون فهذه الكمية موزعة على الوجبات الطعامية مع البيض ومع الصلطة ومع الطبخ ومع التونة إلى آخره وليس تناول هذا الزيت دفعة واحدة أو شرب إذن تحدثت عن وجبة أولى ووجبة ثانية هذا يعني أنني أتحدث عن صيام متقطع لمريض السكري يعني على سبيل المثال الوجبة الأولى إداعش صباحا والوجبة الثانية أربع عصرا وبهذه الطريقة سيكون السكر الصيامي صباحا والسكر بعد الطعام وأيضا السكر التراكمي ضمن المجال الطبيعي طبعا مع الالتزام بخطة العلاج الدوائي والإنسولين إضافة إلى النظام الغذائي وعند إجراء تحليل سيبيبتايد وتكون النتيجة طبيعية فالمريض هو مريض سكري نوع ثاني وأصبح بإمكانه الاستغناء عن الإنسولين والاستمرارية بالحميلة الغذائية فقط لذلك تحليل سيبيبتايد هام جدا في تحديد العلاج وتحديد نوع السكري طيب ما هو الإنجاز العلمي الكبير والثورة العلمية فعلا في علاج مرض السكري مريض السكري نوع أول يحقن قبر الإنسولين تحت الجلد لكن الإنسان الطبيعي الإنسولين لديه يفرز من البنكرياس ويتجه إلى الكبد ومن الكبد يتجه إلى الدم ثم إلى خلايا الجسم حقن الإنسولين تحت الجلد يؤدي إلى وصول الإنسولين إلى الدم مباشرة بدون المرور بالكبد وهذا يسبب إشكالات عديدة عند المريض وأحيانا تكون خطيرة على الحياة لذلك الدراسات والأبحاث والعلماء على مدار عشرات السنين كانوا يبحثون عن طريقة لصناع الدواء إنسولين يشبه الإنسولين الذي تفرزه البنكرياس ويمر بالكبد ومنه إلى الدم هذه هي الفكرة يريدون أن يتخلصوا من مشاكل الإنسولين بسبب حقنه تحت الجلد ووصوله إلى الدم مباشرة بدون المرور بالكبد وأهم هذه الإشكالات والتأثيرات الجانبية الخطيرة لإبر الإنسولين هبوط السكر الحاد في الدم هايبوغلايسيميا وهذا ما يحدث عند عدد كبير من المرضى حيث تكون جرعة الإنسولين غير محسوبة بشكل دقيق والهبوط الحاد في سكر الدم قد يؤدي إلى حدوث غيبوبة عند المريض وإبر الإنسولين السريع أكثر خطورة على المريض من إبر الإنسولين البطيء المشكلة الثانية التي يسببها حقن إبر الإنسولين هي زيادة الوزن عند المريض فالإنسولين هرمون بناء ويسبب تخزين الدهون وزيادة الوزن وحدوث سمنة خاصة في منطقة البطن المشكلة الثالثة التي يسببها حقا إبر الإنسولين هي مشاكل قلبية عديدة مئات الأبحاث والدراسات على مدار سنوات عديدة الهدف صناعة أقراص أو حبوب إنسولين لعلاج مرضى السكري والهدف تحقق وتم تجربة هذه الأقراص على أشخاص متطوعين أصحاء أيضا على مرضى سكري والإنسولين الجديد أطلقوا عليه اسم تريغوبيل وعندما تم إعطاء أقراص الإنسولين لمرضى السكري نوع أول ونوع تاني عن طريق الفم لوحظ بأن امتصاص الإنسولين في هذه الأقراص سريع جدا يمتص في القولون ويتجه إلى الكبد ومنه إلى الدم هذا الإنسولين يأخذ قبل الطعام مباشرة ثم يبدأ المريض بتناول الطعام عيار الإنسولين 20 إلى 30 ميلي جرام إنسولين وتأثير هذه الأقراص يشبه تأثير الإنسولين الذي تفرزه البنكرياس عند الشخص الطبيعي وبذلك انتهت مشكلة الهبوط الحاد للسكر ومشكلة الوخز والألم نتيجة حقن الإبر والدراسات والأبحاث أظهرت تحسن مستوى السكر التراكمي وانخفاضه عند المرضى المتطوعين ولوحظ أيضا عدم ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد الطعام بشكل كبير عند استخدام أقراص الإنسولين لوحظ أيضا بأن تأثير هذه الأقراص على المرضى أفضل بكثير من تأثير حقن الإنسولين أسبارت إذن مع أقراص الإنسولين تحسن عند المرضى مستوى السكر الصيامي والسكر بعد الوجبة وأيضا السكر التراكمي الدراسات أظهرت أيضا انخفاض كبير في نسبة الإصابات بهايبوغليسيميا يعني الانخفاض الحاد في سكر الدم وأظهرت أيضا درجة أمان عالية مقارنة مع استخدام إبر الإنسولين إذن المريض السكري سيصبح بإمكانه تناول أقراص الإنسولين والاستغناء عن إبر الإنسولين السريع التي يحقنها تحت الجلد مرتين أو ثلاث مرات يوميا عن بعض المرضى وأيضا المريض سيتمكن من حقن إنسولين قاعدي يعطي مستوى ثابت ومستقر للإنسولين على مدار السوع يعني بدل الإنسولين لانتوس والحقن اليومي طويلة المدى أي الإنسولين البطيء سيتمكن المريض من حقن إنسولين بطيء قاعدي يعني طويل المدى حقني كل أسبوع أقراص الإنسولين ستكون بيد مرضى السكري قريبا ونتائجها ستكون عظيمة بإذن الله ويبقى ما أركز عليه دائما وهو أساس العلاج نظام تغذية صحي ونظام حياة صحي بعيدا عن الضغط النفسي والتدخين والكحول مع اتباع نظام سيام متقطع ومشي نصف ساعة يوميا وتمرين تنفس شهيق عميق وزفير طويل وعدم البدء بالوجبة الأولى صباحا بنشويات وكربوهيدريت أيها الأحبة اشتركوا بالقناة واشاركوا الفيديو ضغط على زر المشاركة ودعموا قناتي بالمشاهدات والتعليقات الجميلة أسئلتكم سأجيب عليها في فيديوهات قادمة يمكن التواصل معي عبر واتس أب من أجل الاستشارات الطبية فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى في واتس أب الخاص بي تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته